لم يكتفي طلاب الجامعة اللبنانية بإضاءة شمعة بل لعنوا من كان السبب في وصولهم إلى اليوم الذي أصبح لزاما عليهم التعلم في ضوء الهواتف الخلوية أو الشمعة القصة بدأت عندما قرر موظف الصيانة وتشغيل في مجمع الحدث الجامعي الإضراب لعدم تلقيهم رواتبهم من شركة خرافي المشغلة لهم فاستحال إكمال الدروس وتحول إلى شيء خرافي فهكذا أصر أحد الأساتذة على إكمال الدروس وأن في هذا الضوء الخافت فيما الطلاب شكوا همهم وحاولوا الانتقال إلى صفوف في الطبقات العليا شايف على ضوء التليفونات وما ندبر صفوف صغير ما بتستقبل كل الطلاب فنحن عم نحاول نعمل المستحيل كمان لنقدر نتعلم هلأ أكي الأشياء اللي صارت بين الإدارة وبين الشركة الطلاب عم تتحاسب كرمالها والله صراحة العين بطل على ضوء الشواثر على نور الشمس الطبيعي حتى أنه فيه كتير صفوف مش عم بتساينه فعم نبتر فيه إشياء ما تطلوب إلى البارتشل التلاميذ بيأخذوها التلاميذ لا أكيد حننضرب كلنا بالنهاية حالياً وقفنا صفوف يعني بس في معلمة دي كل مرة عرضت تعلمنا برا الموضوع لم يقتصر على الكهرباء فانقطعت المياه وشبكات الإنترنت فتوقف تسجيله أيضاً أكيد عندهم حق أكيد لازم يخضوهم بس مش طلاب مش ورق الضغط يعني أو ما نكون دائماً لازم ننح الطلاب والجامعة اللبنانية عن هات أجذبات سياسية اللي عم بتصير بالبلد عم بيحطونا بصفوف صغيرة فوق بعض شوائدة تعني قدر نركز وناخد الكور بس نجي تعني نطلب كتب ما حدا عم بيعطيني كتب كان مبارح كرمال البروجيط ما كان فيه كهرباء تيقشعوا الموظفين الكتب اللي بديها مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية أبدأ تضامنه مع الموظفين ولكن رفض أن يتحول مصير الطلاب والعام الدراسي إلى ورقة ضغط فيه حوالي 20 ألف طالب يومياً طيب شو بنعمل إنحنا شو بننتظر مجلس وزراء طيب لا ما بيضلوا مستمرين بعملهم وفيما بعد بتم التسويت أو عقد مصالحة بهذا الموضوع هذا الأمر يجب المعالجة سريعاً لا يحتمل التأخير أبداً وقبيل الفراغ من عدد هذا التقرير صدر بيان عصر اليوم أعلن فيه الموظفون فك اعتصامهم بعد تلقيهم معداً بالحصول على رواتبهم وكانت المشكلة عالقة بين مجلس الإنماء والعمار والشركة حيث لم يقم المجلس بتزديد ثمانية ملايين دولار للشركة فأوقفت أعطاء الرواتب إشارة إلى أن العقد مع شركة الخرافي قد انتهى وهناك مناقصة ودفاتر شروط جديدة تقدمت بها ثلاث شركات ومن بينها الخرافي للحصول على عقد تشغيل المجمع الجامعي ترجمة نانسي قنقر